السلام عليكم وياكم دكتور محمد خان بالجزء الثاني من فيديو العضلات سنأخذ العضلات المكونة للوجه والعضلات المكونة للرقبة وكالعادة سنأخذ origin insertion, innervation and function فبدون أي مقدمات زائدة يلا نبدأ الدرس أنصح أي شخص ما شاف الفيديوين لنزرتهم عن الاناتومي مالسكول أن يذهب يتفرجهم قبل لا يتفرج هذا الفيديو لأننا اليوم معتمدين جدا على أن نعرف الاناتومي مالسكول حتى نعرف origin والinsertion مال هالعضلات الحلو بعضلات الوجه أن أساميهم على حسب مكانهم وعلى حسب وظيفتهم والبعد أحلى من هذا أن موضوع الانرفيشن مالسهم سهل نحن قلنا المسلز أو فايشل اكسبرشن من يتحكم بهم؟ يتحكم بهم الفايشل نيرف والمسلز أو مستيكيشن يتحكم بهم منه يتحكم بهم الفيثري اللي هو المانديبلر ديفيشن أوف تريجيمينال نيرف فموضوع عضلات الوجه جدا سهل وما رح نأخذ به فترة طويلة نبدأ نرى from superior to inferior لاحظوا يا هاي العضلة هاي العضلة شنية؟ هي عضلة الجبهة شوفوا يا إن هاي العضلة بادية منها وممتدة عن طريق هاي الأوتاد إلى حد هنا إلى حد نهاية الرأس هاي العضلة شنو اسمها؟ هاي العضلة بما أن هي جاية من الأوكسيبيتال بارت إلى حد الفرونتال بون شنو نسميها الأوكسيبيتال فرونتالس ممتاز جدا هاي هو العضلة هاي عضلة هاي عضلة ما نأخذنا هنا؟ هنا نأخذنا خطوط هنا بالخلف وماسكة بهم الأوكسيبيتال فرونتالس تنقسم إلى قسمين الأوكسيبيتال بارت ما يحدث له الأوكسيبيتال بارت ممتد عن طريق هاي الفايبرز هاي عن طريق هاي الأنسجة هاي اسمها هاي اسمها الإبيكرانيال أبونيروسيس مثل ما قلنا أبونيروسيس عبارة عن شنو؟ عبارة عن الألياف اللي تمسك العضلات على الإظام فعبارة عن ألياف طويلة جدا ممتدة من بداية الرأس ورايحة للنهاية ماسكتلنا العضلتين ممتدنا هاي اسمها اللي هي العضلة اللي ممتدة من الم your لعند الم writer ممتاز جدا هاذة شنو نسمي؟ هذا اسمه ا mateix او نجدر أن نقول العضلات بهم يعني بهم وه idea المطن المشاهد ممتاز جدا وضيفة هاي العضلة وظيفة أنها تشيلنا الحواجب وتسوينا رينكلين للفورهيد التي تجاعدنا الفورهيد التي تجلبها وطبعا الأكسبيتوفرانتاليس الأكسبيتال بارتاليس مهمته مهمته أنه يجرنا السكالب السكالب هي فروة الرأس يجعلها مجرورة للخلف ممتاز جدا النيرف سبلاي ماراته قلنا نحن الفايشيال نيرف يطلع مننا بعد أن ينقسم إلى هنا إلى شنو إلى أوريكيلر برانش ويقسم إلى أكسبيتال برانش الأكسبيتال برانش سيغذينا سيغذينا الأكسبيتال بيلي أوف أكسبيتال فرونتاليس وعندك التمبرال بارت اللي هو يطلع مننا سيغذينا شنو الفرونتال بيلي أوف أكسبيتال فرونتاليس خلصنا أول عضلة ممتاز جدا نحن إلى العضلات الحواجب شاهدوا أن هذه العضلة اللي جاية بالجنب هي المسؤولة عن هذه شي تسوي أن هي تنزل الحاجب للأسفل لما أنت تكون ضايج أو تكون مضايق تمام هاي العضلة شنو اسمها لما شي نزل للأسفل شنو رح نقول رح نقول أو شي يسوي يعني يسوي نزول أو تنزيل تمام فهاي العضلة شنو اسمها اسمها كلمة باللاتيني تعني الحاجب فهي العضلة المسؤولة عن تنزيل الحاجب هيش يسمها اسمها ممتاز جدا وين أرجنها هذه المكزيلا فهي ماسكة ماسكة بالفرونتال بروسس الذي سيطل للفرونتال بروسس بالفرونتال بروسس بروسس وين صار لها الانسرشن صار لها الانسرشن بشنو بالسكن مايه اللي هو بجلد مال حاجب ومتاز جدا كما قلنا نعم مهمتها مهمتها أنها تنزيل للأسفل تنزيل الأسفل لما تكون أنت مضايق ممتاز جدا نأتي العضلة أحادية جاية بالنص لاحظوا هذه العضلة مميزة بادية من ما بين السوبر سيلياي الديبرسور ونازلة على طول البرج من النوز هذا البرج جسر مال ممتاز جدا هذه العضلة اسمها مميز اسمها بروسيروس موسل البروسيروس هو من أرجن مالتها يعني من بادية بادية من النزل واللاترال نزل نازل كارتورج هنا ماسكة وين سترح تمسك بالسكن مع الجبهة جلد مع الجبهة ممتاز جدا ووظيفتها هي تنزل هذه المنطقة حتى عندما تكون متضايق أو زعلان هذه العضلة هي التي تنزل الحاجب منها وهذه ستنزل هذه المنطقة ستقوم بشكل مثل البروسيروس ممتاز جدا اسمها البروسيروس ممتاز جدا نجهل هذه العضلة هي عضلة مميزة جدا وهذه العضلة التي لا حوالي العين هذه العضلة ما اسمها هذه العضلة اسمها Orbicularis Oculi كلمة Oculi يعني مقلة العين Orbicularis Orbit نعرف ما معناها معناها أنه المدار فهي المدار الذي حول مقلة العين باختصار Orbicularis Oculi Orbicularis Oculia Orbicularis Oculi تنقسم إلى قسمين هذا ما اسمه هذا اسمه Orbital Part أو الجزء المداري من Orbicularis Oculi وهذا اسمه جيفن اسمه Palpebral سنسمي Palpebral Part of Orbicularis Oculi ممتاز جدا ماذا هو وظيفة Orbicularis Oculi هذه وظيفة واضحة جدا أنها تغلق العين تجعلنا نرمش ممتاز جدا و النظام مثل ما قلنا ما هو Cranial Nerve No.7 عن طريق Temporal Branches و Zygomatic Branches يعني يجتمعون إذا طلع Temporal سيغذيها من هذه الجهة وإذا طلع Zygomatic سيغذيها من هذه الجهة فهذا ما هي Orbicularis Oculi اللي هي العضلة المحيطة بمقلة العين ممتاز جدا ماشي نصح ننزل هذه العضلات شوفوا هذه العضلة هذه العضلة ستحبوها هذه العضلة بدية من Zygomatic Bone و نزل ماسكة ماسكة بال Angle Mouth صحيح ممتاز جدا ماناها مالتها 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 هو Zygomatic Bone رأي مالتها مالتها هو Angle Mouth ممتاز إذا أنا سأخبرك مالتها هذه العضلة ستبقى مالتها صحيح واضحة هذا لبما لدينا نحن ستبقى فهذا أحد تعرض ثم تنظر أن Angle Mouth سير نبتسم ماه سيسمها Zygomaticus اللي هي عضلة الزاقوماتيكوس الكبيرة يعني شغلة كبيرة ممتاز شن يميز هالعضلة لاحظوا أن هالعضلة مرات في بعض البشر تنقسم إلى قسمين قسم يأتي لي فوق قسم شوية ينزلي تحت أكو بعض الناس لما هالعضلة تكون أقصر كنوع من الوراثة يبدأ الإنسان لما يضحك أو لما يبتسم هالعضلة ستتقلص بشكل أكثر وهذا الفراغ اللي رح تشوفوهنا شن سيسوينا سيسوينا انترابمنت للسكن اللي فوقها يعني سيسوينا مثل الطعجة على السكن اللي فوقها وهذا ما هو؟ هذا اللي كوننا الغمازة اللي هو الديمبلز فالغمازة ما تتكون؟ تكوننا الزاقوماتيكوس مايجر بما قلنا أن هذا القروف اللي بها التقسيمة تكون بالعادة أكثر فلما الإنسان يضحك شن سيسوي؟ سيسوينا مثل النتوء هل هذا النتوء رح يطلع على السكن فتبين لنا غمازة إذا كانت من جهة واحدة سيطلع من جهة واحدة إذا كانت الزاقوماتيكوس مايجر من الجهتين قصيرة ومن الجهتين بها هذه الفوركيشن فسيصير من الجهتين الإنسان عند غمازة فهي هي الزاقوماتيكوس مايجر وشن طبعا الانرفيشن مارتها اللي هو الزاقوماتيكوس برانش أوف فيشيال نيرف ممتاز جدا طبعا بما أننا لدينا الزاقوماتيكوس مايجر معنا لازم لدينا الزاقوماتيكوس مايجر فهي هي الزاقوماتيكوس مايجر اللي هي عضرة الزاقوماتيكوس الصغيرة ممتاز جدا الأرجن مارتها هاين الأرجن مارتها نفس الشيء باللاتيرال سيرفس مع الزاقوماتيك بون ممتاز جدا الإنسيرشن مارتها هاين الإنسيرشن مارتها بالانجل أوف ذا ماث نفس الزاقوماتيكوس مايجر ممتاز ماذا هو وظيفتها ؟ نفس الوظيفة ومهمتها انها تشيل الأفضل لفوق لماذا ؟ لانها جاءة قليلا أعلى من الزيجوماتيكوس ماجور الزيجوماتيكوس ماجور جاءة كلها بالانجل فهي تجر الأنجل اللي ورا لكنها قليلا تشيل لفوق التي تشيل الشفة لفوق ممتاز جدا خلصنا هذه العضلة نجيي العضلة اللي بعدها من اسمها ستعرفون وظيفتها شوفوا هذه العضلة هذه العضلة جاءة منها من اجتماع عضلة Orbecularis oculi وكيف يتم علي في وظيفتها. ليفيتر التي هي الرافعة عكسها منه عكسها الـ.. عندما تسمع الـ.. العضلة التي تنزل الـ.. العضلة التي ترفع ليبيشنه؟ ليبي يعني الـ.. جفة سيبيريورس لماذا هي جاي لفوق او جاي سيبيريور ممتعس جدا خلاص عرفنا وظيفته وظيفته هي المعلقة، ترفع الشفة الى الاعلى لماذا هي اليبييتر ليبي سيبيريورس ممتعس جدا أرجن المالتها بالـ Infra Orbital Margin والتي لدينا الإنفرا أربطال هنا أرجن المالتها بالـ Infra Orbital Margin هذا هو الحافة مع الإنفرا أربطال والإنسارش المالتها بالـ Lip وشيء من وظيفتها؟ وظيفتها أنها تشيل لنا البليفوكشن اسمها؟ اسمها Levator Levi Superiorus ممتاز جدا خلصنا لجزء كبير من عضلات الوجه ممتاز جدا نأتي لها العضلة سهلة وبسيطة وخفيفة لاحظوا أننا لدينا عضلة هنا بادية من قريب من الـ Parotid Gland أو من المسيطة وجاء ماسكة بالـ Angle of Mandible وهي هذه العضلة هذه العضلة حتى اسمها مميز هذه العضلة اسمها Resaurus اسمها Resaurus Muscle لاحظوا إياه Resaurus Muscle الأرجن المالتها هو الـ Parotid Fascia وهو الجزء الحشوي السطحي من الـ Parotid Gland وين تمسك؟ تمسك بالـ Angle of Mandible وظيفة طبعا ممكانها واضحة و سهلة جدا و لا تحتاج علم ما تفعله؟ تجررنا Angle of the mouth Laterally تجررنا Angle of the mouth بشكل جانبي ما اسمها؟ اسمها Resaurus Muscle نأتي لها العضلة انظروا هذه العضلة هذه العضلة تكون تحت Zygomaticus Minor وتكون تحت منه اللي هي Levator Lay by Superiors اللي هي هذه هذه العضلة بادية منها من هذه الجهة ونازلة إلى أين ماسكة؟ ماسكة بالـ Angle of the mouth نحظوا أن أغلب العضلات ماسكين بالـ Angle of the mouth ماسكين بالـ Lip لماذا؟ ستساعدونا بعملية الابتسامة أنهم يشيلون الـ Angle لفوق أو أن نكون حزينين ينزلون الـ Angle لتحت ممتاز هذه العضلة مهمة مهمة واحدة أنها تشيلنا الـ Angle مع الماث لفوق يعني عندما نبتسم هذه العضلة ستكون مسؤولة على أنها تقوم بعمل القوس مع الابتسامة هذه العضلة ما اسمها؟ اسمها Levator Anguli Aorus سهلة جدا Levator مثل ما قلنا هي ترفع شغلة لفوق ترفع عضلة لفوق Anguli اللي هو Angle of the mouth اللي هو زاوية الفم Oris اللي هو الفم الدائري والتغذية العصبية ما نتعلم؟ اللي هو الزيغوماتيك برانش والباكال برانش اثناناتهم يضطوها من ممتاز جدا حسنا نجري العضلة اللي تحتها بالضبط لاحظوا أن هذه العضلة على امتدادها أكو عضلة ثانية تكون أوسعة ممتاز نحن قلنا هاي ممتاز جدا زين أنتو سمو لي العضلة اللي تنزل حزينين شنو اسمها؟ شنو هنسميها؟ رح نقول أنه هي مدام تنزل اللي جوة سنسميها ومدام هي Angle of the mouth رح نقول لها Anguli وبعدين نضيف لها Oris ما اسمها؟ اسمها عكس الأولة اسمها ممتاز جدا اللي أرجم مارتها اللي أرجم مارتها اللي هو اللي هو صعد لي ووين اللي مارتها اللي مارتها بالAngle of mouth ممتاز جدا وشن الانرفيشن مارتها؟ الانرفيشن مارتها اللي هو الباكالو برانج والمارجنال مانديبلار برانج أوف فايشيال نيرف شنو مهمتها؟ إن هي تنزل الموضوع الانرفيشن مارتها متى مارتها ممتاز جدا ع toi ما أن أخذنا؟ لكن ما أخذنا؟ ما أخذنا؟ ما أخذنا؟ هذه الأعضلة اسمها اللي باي سوپيريوريس ممتاز معناها ما أخذنا؟ ما أخذنا؟ نظر لأنجان الموضوع الانذي تحت هذه الأعضلة اسمها ما أخذنا؟ اسمها ديكراسر ماهذا تنزل لي باي ما هلا تنزل للشفة سهلة جدا بسيطة ما بيها اي تعقيد جميع العضلات اسماهم على حسب مكانهم او على حسب وظيفتهم مارتهم سهل اخذنا لان احنا ماخذين والانسيرشن مارتهم نفس الشي وغلبهم بالعضلات والانرفيشن مارتهم قلنا انه ممكنهم شنو الفايشيال نيرف ما عدا المسلز اللي هو وعدنا عضلات الرقبة وعدنا بعضهم يغذيهم الأكسساري نيرف اللي هو الكرانيال نيرف نمبر 11 ممتاز جدا فهذه العضلة ما اسمها اسمها ديبريسر ليباي انفيريورس ممتاز جدا ما هو مهمتها حمثة ان هي تنزلنا الشفتين الى الاسفل ممتاز جدا شاهدوا هذه العضلة هذه العضلة اين جايه جايه بالمنتل ايريا صحيح مع الماندبل ممتاز جدا فشنا نحن نسميها نحن نسميها منتالس سهلة جدا منتالس جايه بالمنتل ايريا ممتاز جدا اورجين ماندها اورجين ماندها وهو الخصوصي للسجل NZ وهو الخصوصي و هكذا ماهية سأخذ نفسه وهو الخصوصي وهو الخصوصي وهو الخصوصي ممتاز جدا وهذه العضلة لأنها ترجمة و تسجل الاب هل ترون البيبيات الصغار عندما يزعلون يظهرون شفا مرتهم الذي يدامه و ينزلونها لتحت يستعملون هذه العضلة هذه هي عضلة البيبيات التي هي المنتالس مسل ممتاز جدا الآن نأتي للعضلة الواضحة قدامنا جدا والتي هي عضلة الشفتين واضحة جدا وسهلة هذه ما قلنا اسمها؟ هذه اسمها Orbicularis oculi العضلة المدارية حول مقلة العين ممتاز هذه ما سنسميها؟ هذه سنسميها Orbicularis oris العضلة المدارية أو المحيطية حول الفم ممتاز جدا سهل جدا طبعا نتقسم إلى قسمين لدينا المارجنال بارت هذا أو الجزء المارجنال الجزء الجايب الحاشية مع هذه العضلة ودينا شنو طبعا؟ لدينا اللابيال بارت هذا اللابيال بارت of Orbicularis oris طبعا لا أريد أن تتخربطون لأن أسماءهم متشافة هذه Orbicularis oris oris يعني فم وهذه Orbicularis oculi Oculi يعني مقلة العين ذكروا الأوكيلو موتر اللي هو النيرف المحرك لمقلة العين أوكيلو موتر ما اسمها؟ Orbicularis oculi هذه اسمها Orbicularis oris oris يعني فم فهي العضلة المحيطية أو المدارية حول الشفتين ممتاز جدا تنقسم إلى قسمين مارجنال وعندنا لابيال بارت ممتاز جدا ما هي التغذية العصبية؟ التغذية العصبية مثل ما قلنا اللي هو Facial Nerve ممتاز جدا حسنا نأتي إلى عضلات الخشم أو شيء أريد أقول على الخشم أنه يتكون من غضاريف صحيح؟ هذا الغضروفي اللي بالأمام ما اسمه؟ هذا اسمه الألر كارترج اسمه الألر كارترج هذا اللي يفعلون به عمليات التجميل أي شخص عنده عمليات التجميل سيغيرون الألر سيغيرون له هذا الجانبي الكارترج الجانبي هذولي أكثر الغضروفين مشهورات بالأمام هذا اسمه Lateral Nuzle Cartilage وهذا اسمه الألر ممتاز جدا ما قلنا؟ قلنا إذا أريد أن نسمي عضلة نضع لها آلس صحيح؟ Temporalis أوكي هذه عظمة الخشم Nose ما نسميه؟ نسميها النازالس نسميها النازالس نقسمها إلى قسمين لماذا؟ تقسمها إلى قسمين لدينا جهة نائمة على الخشم لاحظوا بطريقة عرضية صح؟ ما نسميه؟ نسميها Transverse مقطع العرضي Transverse Part of Nuzle ممتاز جدا هذا أول عضلة ما مهمة هذه العضلة؟ هذه تقوميها Compression Nostrils يعني هي لضيقنا نقوم بطريقة نقوم بطريقة نقوم بطريقة تضغط لها ممتاز جدا مثل هذا ما نسميه؟ ما نسميه؟ هذا الغضروف ما نسميه؟ ما نسميه أول عضلة نازالس ممتاز جدا وماذا وظيفته؟ وظيفته واضحة أنه يفتحنا النزالس تقريبا سنكمل عضلات الوجه وقتلنا عضلة واحدة فقط وهي هذه العضلة ماذا؟ هذه العضلة بادية من النز ورايحة لل Labial Surface ممتاز جدا فبها نزالس وبها Labial ممتاز جدا فإذا أريد أن نسميها ما نسميها؟ سنسميها Levator Nasolabialis Levator الرافعة Nasolabialis ممتاز جدا هذه العضلة إذا أذكر عليها هذه شغلة واحدة هذه العضلة سيقسم إلى قسمين إلى Lateral Part وهو جزء Lateral وعندنا هذا الجزء لاحظوا أنه Medial باختصار ال Medial سيحرك لنا شغلات بالأنف وال Lateral سيحرك لنا واضح أنه سيحرك لنا شغلات بال Label سيرفع لنا الشفاء ممتاز جدا هذه العضلة اسمها Levator Nasolabialis قسمين هذا القسم الأصفر اسمه Lateral Part of Nasolabialis وهذا الجزء ما اسمه هذا الجزء اسمه Medial Part of Nasolabialis Medial Part مع ال Nasolabialis مهمته مهمته أنه يوسعنا Nostrils مثل منه؟ مثل المهمة المهمة وسهل جدا نعرف هذه وظيفتها مثل ما قلنا هي Levator Labialis يعني ما تفعله؟ سوف تقلب الشفاء وستقلبها سوف تقلبها إذا قلبت الشفاء هذا العضلة التي تفعلها ما اسمها؟ اسمها ال Nasolabialis ممتاز جدا كمنا عضلات الوجه هؤلاء هم كل عضلات الوجه سهلات وبسيطات جدا لا يوجد أي تعقيد نراجحهم على السريع هاي جدا ال Transverse part مع ال Nasalis و هادا ال Other part مع ال Nasalis جدا هاي Zygomaticus Major و جدا هاي Zygomaticus Minor جدا هايشن اسمها اسمها Levator Labii Superiores و جدا هايشن اسمها هاي اسمها Resorius Muscle جدا هايشن اسمها هاي اسمها Depressor Anguli Oris اللي تنزلنه ال Angle of Mouth و هاي اللي فوقاها اختها هاي اسمها Levator Anguli Oris ممتاز جدا هاي العضلة ما اسمها اللي هي هاي اختها هاي اسمها Depressor Labii Inferioris ممتاز جدا و العضلة ما البيبيات اللي هي جايب Mental Area ما اسمها المنتالس ممتاز جدا هاي اسمها Orbicularis Oculi وهي ما اسمها هاي اسمها Orbicularis Aorus ممتاز جدا نحن الاخرى ما اسمها اللي هي اللي هي اللي هي بها جزعين جزء رايح للنازل جزء رايح للليبيال فسميناها نازولابيالس ممتاز جدا وهي عدنا المسيطر وهي عدنا التمبرالس وهي عدنا الأكسبيتوفرونتالس ممتاز جدا كملنا جميع عضلات الوجه سهلات جدا الانيرفيشن مرتهم كلها شنوى اللي هو الفيشيل نيرف cranial نيرف نمبر سبن ممتاز جدا انا وعدتكم بالفيديو الاول مع العضلات انه اصعب شي رح تاخدوا اللي هو الفيديو الاول اللي هو العضلات الجاية داخل الفم لانها معقدة ومتداخلة ببعضها وصعب انك تتخيلها بس باقي العضلات كلها مثلما شفت انها عضلات الوجه جدا سهلة لو انت تعاني من مشكلة فهي مشكلة نطق الأسامي فقط لانها طويلة بس انت مثلما قلنا اذا عرفت فانكشن مرتها وعرفت مكانها ستعرف تسميها ممتاز سنجل العضلات الرقبة نجل اكبر عضلة واشهر عضلة والعضل اللي تبين لما تحرك رقبتك يمين ويسار تطلع على جوانب الرقبة هذه العضلة وين بدأة؟ لاحظوا انها بدأة منين؟ بدأة من مطقة السترنوم هذه السترنوم اللي هو عظمة القص وعدها part 1 ماسك ماسك بالكلافكل اللي هي عظمة الترقوة وبعدين صاعدة لين؟ صاعدة ماسكة بالماستويد ممتاز فيا الله سنجل نسميها سنسميها 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 سسمى ستيرنو هذه هي العضلة اللي هي اسمها sternocleidio mastoid ممتاز جداً مثل ما قلنا انه هي عادها بارتين بارت ماسك بالستيرنوب و بارت ماسك بالكلافكل و اثنين عادتهم بعدين يندمجون وين يمسكون يمسكون بالمستويد بروسس شن الانيرفاشن مع هاي العضلة الانيرفاشن معرتها اللي هو الاكسيس النيرف الكرانيال نيرف نمبر 11 وتاخذ فايبرس شوية من C2 والC4 اللي هم السيرفايكال C2 والسيرفايكال C4 واحدة من العصاب معرتهم تضطيها حتى هو شوية الانيرفاشن ممتاز جداً هذه السيرنوكليديو مستويد مهمة جداً ليش؟ لأن ان شاء الله بمحاضرة التريانجلز ما النيك هي حال تقسمنا الى انتيريور تريانجل و بوستيريور تريانجل مارد ادوخكم اللي بيكم مكفيكم خناخذ العضلات هاي بس بس عرفوا انها هي عضلة مهمة جداً ممتاز جداً خنجي ناخذ عضلة ثانية اللي تكم تعرفوها مهمة جداً 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 شوفوا يا هاي العضلة هاي العضلة وين ماسكة؟ ماسكة لذلك بالهاي بون صح؟ ماسكة لذلك بالهاي بون وين جاي جاي بلى 두 منعago المكليديو مستويد و ما صح Ottawa؟ ماسكة عن طريق الانترو التجاني اندينجن في تلك القيامة ما من أن ا 만들어ع الانتروا Oh yeah? ومن ذكرنا تلك القيامة باللي lace انها عضلة مثل الخيط وم點ترو ميالمة جداً فازا ما هو هذا تعرض مهمة جداً قد Kiev sesهات مبعدered еле موقعة Core ثانية قدر امرأة unas باعدering bridget وهو ماسكة بالسكابيولا اللي هي العظمة الخلفية منظار ممتاز جداً هاي العضلة ما اسمها؟ هاي العضلة اسمها الـ homo hyoid اسمها homo اذكروا الـ homo هذا المال الغسيل hyoid لماذا انها ماسكة بالـ hyoid فهذه العضلة مهمة جداً لماذا انها ستساعدنا بفهم الـ triangles فهم الـ triangles شنو مهمتها؟ مهمتها انها تسوينا depression للـ hyoid bone هي اللي تنزلنا الـ hyoid bone للتحت هذا الـ hyoid bone تنزلنا الى تحت ما اسمها العضلة؟ اسمها الـ homo hyoid وبيها اثنين bellies بها الـ superior belly اللي هي البطن الطالعة الـ superior اللي وبيها هذا هذا ما اسمها الـ inferior belly ممتاز جداً شنو التغذية العصبية مالتها؟ تغذيها C1 والـ C3 innovation من C1 اللي هي cervical 1 والـ C3 ممتاز جداً شنو مهمتها مهمتها تنزلنا الـ hyoid bone ممتاز جداً سنجي نشوف بقية العضلات سنجي لهذه العضلة المميزة جداً لاحظوا يا هاي العضلة تشبه الشبكة صحيح؟ وتقدر انت هسا لو تقلصها هاي العضلة انك انت تشنج وجهك ستطلع اذا تمسها ستجدها مثل الشبكة بادية من وين؟ بادية من البكتوراليس فايشة اللي هي من وين؟ اللي هي من الفايشة ما الصدر وين صاعدة؟ صاعدة لي فوق وين ماسكة؟ ماسكة بالـ inferior border of mandible اللي هنا لاحظوا ماسكة لي هنا انت لو تشنجها ستجدها انها ماسكة بالـ mandible ممتاز جداً هاي العضلة مهمتها مهمتها اوه انها تنزلنا الماندبل واضح وانها تقلصنا هاي المنطقة مع الرقبة كلها تعتبر مثل الحماية هاي العضلة ما اسمها؟ اسمها الـ platismo ما اسمها؟ اسمها الـ platismo platismo وعضلة كل شيء بين القدام وتحتها راح يجون العضلات الثانية اللي هي مع الرقبة هاي راح تكون مثل الغطاء مثل الشبكة جاية فوقها ممتاز جداً فسا لمن يجي نسمي باقي العضلات مع الرقبة سيكون موضوع سهل جداً سترى العضلة مع الرقبة من الجهتين مثلاً سنأخذ هذه العضلة هذه العضلة مع الرقبة مع الرقبة بالـ hyoid bone ونزلها لتحت الرقبة مع الرقبة بالـ sternum ما سنسميها؟ سنسميها sternohyoid muscle ما اسمها؟ اسمها sternohyoid muscle مهمتها؟ مهمتها هي تنزلنا الـ hyoid bone لتحت والـ innervation مالتها ما هو؟ وهو C1 إلى C3 ستأخذها من الرقبة من الرقبة الرقبة من الرقبة من الرقبة من الرقبة ممتاز جداً عندما يأتي أي عضلة ثانية نرى المكانات الماسكة بهم سنرى هذه العضلة اللي هي وراءها هذه العضلة ما اسمها بالـ thyroid cartilage هذا هو الغضروف مع الثايرويد وما اسمها بالـ sterno ما سنسميها؟ سنسميها sternothyroid بالبساطة اسمها sternothyroid muscle ممتاز جداً والتغذية العصبية ومن المستحفين وين نسميها من الصلافة من الرقبة من الرقبة في الأحيان الذين هو C1 والـ C2 والـ C3 وسنضيح الـ innervation كلها هذه هي العضلات الرقبة سهلة جداً وبسيطة كما قلنا لو أعرف ما اسمها مسماًا من الجهتين سنترى ما اسمها هذه العضلة اسمها اسمها هذه العضلة أسم الله الوموهيروين والعضلة التي شنا اسمها هيksterno-heyo keinen والخلفة ووجيا الناحي هيksterno-thyroid وممتعت хочу آخر أريد أذكرها اليوم وهي عضلة الحجمه كونت الدورات الرقبة تستعطي على الظهر هذا هوأس أ τους أole الطراني الذي أسمه Ceilustre أين أرجنا؟ أرجعها مثل ما قلنا بالسيبيريور نيوكل لين وفي الأكسيبيتال البروز اللي هي البروز اللي يصير اللي وراء هذا الأرجع وتنزل إلى حد الرقبة وتنزل للظهر تغطينا الظهر كله ممتاز حتى الانرفيش مارتها هذه الانرفيش مارتها مثل الستيرنوكلاديو مستويد اللي هو الأكسيسيري نيرف الكرانيال نيرف نمبر 11 ويغذيها همين الـ C3 والـ C4 اللي هم الـ Cervical Nerves الـ C3 والـ C4 مثل الستيرنوكلاديو مستويد وشنو مهمتها؟ مهمتها أن هي تشيلنا الكتف إلى فوق هي رتخليك تقول ما أعرف هاي هي العضلة والستيرنوكلاديو مستويد هي رتخليك تحرك رأسك يمين وإسهار فنحن بهذا الفيديو اللي هو البارت 2 والبارت 1 مع العضلات عرفنا جميع عضلات الوجه وعضلات الرقبة بالفيديو جهة إن شاء الله رحنا نأخذك تريانجلز مع الـ Neck رحنا نعرف شنو الـ Structure معتهم وشن الـ Boundaries معتهم وشن الشغلات الموجودة داخلهم المفوضة نحن نركز عليهم هذا كان درسنا لي اليوم إذا استفدت لا تنسى الاشتراك بالقناة عن طريق المكان اللي ماشترك عليه وكاتب عليه Subscribe أو إذا تحب تشوف باقي المحتوى اللي قدمه تقدر تشوفه عن طريق الـ Watch Next على المكان اللي ماشترك عليه ولا حين ألقاكم دمتم بخير جميعا شكرا 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 شكرا